موسيقى مشاهدين أرحب بكم في عالم الاقتصاد والذي نستهله بأخبار أثرياء العالم حيث نجح ملك الموضع ومؤسس لويفيطون بيرنارد آرنو في أن يسقط الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من عرش مليارديرات العالم وكانت فروة ماسك تقدر بـ 340 مليار دولار ولكنه فقد منذ جنفي الماضي وحتى الآن أكثر من 100 مليار دولار من فروته التي تراجعت إلى 168 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات وفقد سهم شركة تيسلا نحو 50% من قيمته خلال العام الحالي الأمر الذي قلص فروة ماسك بشدة وأصبحت فروته أقل من فروة الملياردير بيرنارد آرنو البالغة 173 مليار دولار بفضل امتلاكه 48 من أسهم مجموعات الأزياء والموضة الفرنسية العملاقة إيلفي أميتشي وبهذا أصبح ماسك ثاني أغنى رجل في العالم متقدما على الملياردير الهندي جوتاما داني في إيطاليا وبحسب آخر بيانات معهد الإحصاء يستمر ترجع الناتج الصناعي لإيطاليا لشهر ثاني على التوالي خلال أكتوبر الماضي نتيجة الترجع الحاد في إنتاج السلع الاستهلاكية وبدرجة أقل قطاع الطاقة وذكر معهد الإحصاء الإيطالي إستات أن الناتج الصناعي ترجع خلال أكتوبر بنسبة 1% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية أقل في الحساب عقب ترجعه بنسبة 1.7 خلال سبتمبر وترجعت نتائج قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3% في حين ترجع ناتج قطاع الطاقة بنسبة 1.2% شهريا وعلى أساسه سنوي ترجع الناتج الصناعي خلال أكتوبر بنسبة 1.5% إلى ألمانيا نعرج بكم حيث تباطأ معدل التضخم في البلاد خلال نوفمبر الماضي لأول مرة خلال خمسة أشهر بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ سبعة عقود وأظهرت البيانات النهائية التي أصدرها المكتب الاتحادي للإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا ترجع إلى 10% في نوفمبر على أساس سنوي بعد أن ارتفع إلى 10.5% في أكتوبر وبالنسبة لمعدل التضخم المنسق في ألمانيا فقد تباطأ أيضا في نوفمبر بأكثر من 11% على أساس سنوي بعد أن قفز إلى 12% خلال أكتوبر وحقق رقما في خانة العشرات لأول مرة منذ تأسيس منطقة اليورو قبل أكثر من 20 عاما في أخبار القارة الأسيوية تخطط الصين لضخ استثمارات بنحو 143 مليار دولار في صناعة الرقائق المحلية في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أشباه المواصلات ولمواجهة تحركات أمريكية تستهدف إبطاء التقدم التكنولوجي الصيني وتتضمن خطط بيكين إعفاءات ضريبية وحزم حوافز لمدة خمس سنوات وإعانات وقروض لدعم أبحاث وإنتاج أشباه المواصلات في خبر آخر قالت مفوضية الطاقة الأوروبية كادري سيمسون ثلاثاء إن دول الاتحاد لديها وجهات نظر ومخاوف متبينة بشأن تحديد سقف لسعر الغاز مضيفة أنه يجب استشعار مدى استعداد الدول للتنازل بشأن تحديد سقف لسعر الغاز داعية إلى ضرورة إظهار مرونة من أجل توصول إلى اتفاق بشأن الموضوع وفي السياق ذاته قالت وزيرة الطاقة الفرنسية في تصريح لها على هامش اجتماع وزراء الطاقة الأوروبيين المنطلق أمس إن النقاش بشأن آلية تسعير الغاز في أوروبا أمر صعب إن دول لديها وجهات نظر ومخاوف مختلفة بشأن تحديد سقف لسعر الغاز علينا أن نرى مدى استعداد الدول للتنازل بشأن تحديد سقف لسعر الغاز على الجميع أن يظهروا المرونة وعلينا أن نصل لاتفاق بشأن سقف الأسعر قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن بلادها أصبحت بشكل متزيد مركز إقليمي لإمدادة الطاقة بين إفريقيا وأوروبا في تأكيد جديد لتبني مسعى الجزائر الرامي إلى جعل إيطاليا منصة لإعادة تصدير الغاز والكهرباء الجزائرية نحو باقي بلدان القارة العجوز طموح إيطاليا في التحول إلى منصة قارية لعادة تصدير الطاقة الجزائرية بات أولوية لدى حكومة جورجيا ميلوني التي تعاول على الترابط لاقتصاد الوثيق مع الجزائر كمورد تاريخي آمن وموثوق للوقود الأزرق ميلوني الصاعدة حديثا لمنصب رئيسة الوزراء تستنجد بالثقل والوزن الغازي للجزائر في ضمان أمن طاقوي لأوروبا عبر البوابة الإيطالية استراتيجية إيطاليا التي تريدها الحكومة مهيئة أكثر فأكثر لتحويل بلادنا لمركز لإمداد الطاقة يربط جنوب أوروبا بإفريقيا في الموقف الدراماتيكي الذي نحن فيه هناك فرص خفية يجب أن نكون قدرين على اختنامها نحن الإيطاليون جيدون جدا في تحويل الصعوبات إلى فرص روما استطاعت تكسر قواعد الهشاشة والضعف الطاقوي التي تعيشه أوروبا متحصنة بمنشآت قاعدية ضخمة لإعادة تميع الغاز الطبيعي التي تصل قدرة معالجتها إلى حدود 50 مليار متر مكعب مدعومة بوردات الغاز الجزائرية التي شهدت زيادة بعشرين بالمئة هذه السنة الحكومة الإيطالية تسير بخطا ثابتا نحو تفعيل مخطة تحويل روما لمركز طاقوي في أوروبا ليتصدر الخيار قائمة الأولويات بعد أن وقعت القارة العجوز في قبضة أزمة طاقة حادة وغير مسبقة جعلت أنظار الأوروبيين تتوجه للقارة الصمراء ختام فقراتنا الاقتصادية شكرا لكم على طيب المشاهدة